عالم كفيف تقني مؤسسة أصدقاء ذوي الإعاقات البصرية في قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بالجميع أقدم اليوم شرح طريقة إعادة تسمية العناصر عن طريق قارئ الشاشة Voice Assistant أدخل على أي تطبيق التطبيقات العنصر المزيد من الخيارات بحث المستقبل Text Scanner مثلا أختار Text Scanner مثلا أختار هذا العنصر سأقوم بإعادة تسمية هذا العنصر Image Button Gallery أو مكتبة الصور أو الستيديو سأضغط على الشاشة بثلاث أصابع مرتين وتكون الضغطة الثانية مطولة حتى يظهر لي مربع لإعادة تسمية هذا العنصر تنبيه إنشاء تسمية أمكانية الوصول نص التسمية مربع تعديل جارم إظهار لوحة المفاتيح العربية أو مان العربية ممتاز الآن سأقوم بإعادة تسمية العنصر سأكتب مثلا مكتبة الصور ميم ميم كاف كاف تأ تأ باء باء واو تأ مربوطة تأ مربوطة مسافة مكتبة ألف ألف لام لام اثنان واحد صاد صاد واو واو ألف مكسورة راء راء ممتاز الغاء زر التعديل مكتبة الصور مربع تعديل نص الغاء إنشاء زر بعد ذلك أضغط على إنشاء لوحة المفاتيح العربية أو مان العربية مخفية وبيو مكتبة الصور زر كما نلاحظ تم إعادة تسمية العنصر فصار إسمه مكتبة الصور للانتقال إلى قائمة العناصر المعاد تسميتها أدخل على الضبط الشاشة الرئيسية الشاشة الشاشة الرئيسية الشاشة التطبيقات الصفحة الصفحة واحدة مجل كسبوك الكامير الساعة جهات والضبط ثم إمكانية الوصول بحث الشاشة الحساب الميزات الم الرفاهية العناية التطبيقات الإدارة العامة ومكانية الوصول أدخل على أمكانية الوصول مكانية الوصول ثم قارئ الشاشة أمكان بحث مزيد قارئ الشاشة أدخل على قارئ الشاشة قارئ الشاشة قيد التشغيل تبديل الكتابة والضبط الضبط إدارة التسم تكستسكانer واحد تمام أضغط على تكستسكانر إدارة التسميات أي تنقل إدارة التسم مكتبة الصور تم آخر تعديل في الثاني والعشرين من مايو 2018 وaki天 أضغط عليه أي تنقل إلىل ادارة مكتبة الصور ارتنبيه تعديل التسمية مكتبة الصور مربع تعديل نص التسمية الغاء ارتطيع ايضا اعادة تسمية هذا العنصر من هذا المكان تحياتي للجميع